لا تزال ليبيا تعاني من هولي أعصار دانيل سيول ضخمة أدت إلى انهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا وسط توقعات دولية أتفوق حصيلة المفقدين عشرين ألف شخص فما هو هذا الأعصار وكيف تنشأ الأعصير المتوسطية ظهر مصطلح الأعصار المتوسطي في الثمانينيات عندما تم اكتشاف تشكيلات سحابية تشبه الأعصار في صور الأقمار الاصطناعية فوق البحر الأبيض المتوسط في أشهر الخريفة وهو فصلها الأساسي للظهور وهي ذات شكل حلزوني وفي وسطها منطقة خالية من السحب تسمى العين ومثل أي عصار تدور الغيوم والأمطار الغزيرة حول هذه العين تنشأ الأعصير المتوسطية عندما يتدفق الهواء البارد من خطوط العرض المعتدلة باتجاه خط الاستواء ويتشكل ما يسمى بالمنخفض القطعية وبسبب صيف شديد الحرارة يكون البحر الأبيض المتوسط دافئا جدا وعندما تكون درجة حرارة الماء أكثر من 24 درجة مئوية يتكثف بخار الماء وتتشكل دوامة سحبية عادة ما تصل مثل هذه الدوامة إلى سرعة رياح عالية جدا وتسبب الكتل الهائلة من المياه المرافقة فيضانات مدمرة يبلغ قطر الأعصير المتوسطية 300 كيلو متر كحد أقصى وهي أصغر بكثير من الأعصير الأخرى التي يمكن أن يصل قطرها إلى 1500 كيلو متر بالإضافة إلى ذلك فإنها تتبدد عادة بعد بضع ساعات ونادرا ما تستمر لمدة يومين في حين أن الأعصير الأخرى يمكن أن تستمر في كثير من الأحيان لمدة أسبوع كامل ولا شك أن ما زال الوضع سوءا في ليبيا على وجه الخصوص هو الطبيعة والتضاريس الجبالية إذ تساقطت الصحب المحملة بالأمطار الغزيرة على هذه الجبال المرتفعة ولم تتمكن الجداول والأنهار من امتصاص كتل المياه فانحدرت المياه إلى الوادي في شكل فيضانات مفاجئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر